موسيقى مساء الخير ونستهل النشرة بالعنوي موسيقى عشرات الشهداء والجرحة بصواريخ الجماعات المسلحة على حلب ومستشفياتها والجيش السوري يصد هجماتها على كل المحاور موسيقى الرئيس الموريتاني تعهد بإطلاق حوار سياسي مع المعارضة ويقترح تغيير الدستور وإلغاء مجلس الشيوخ موسيقى في اليوم العالمي لحرية الصحافة تونس تتقدم العرب في مساحة الحرية الإعلامية موسيقى استشهد 28 شخصا وأصيب العشرات بينهم عشرات شهداء سقطوا في استهداف مستشفى الضبيت وفي التطورات الأخيرة اشتعل حريق في جامع عائشة بحي جمعية الزهراء غرب المدينة عقب استهدافه من المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية والجامع يعتبر ملجأ للنازحين الذين سارعوا إلى الهراب منه وتحتدم المواجهات بين الجيش السوري والجماعات المسلحة على جبهة البحوث العلمية وقد استهدفت هذه الجماعات حي جمعية الزهراء بتفجير نفق تحت الأرض وبتفجير سيارة مفخخة ونفذ الجيش السوري غارات على مواقع المسلحين في أحياء الليرمون وبنزيد والراشدين وجمعية الزهراء مراسل الميادين أفاد برسالة سابقة بأن هجوم المسلحين اليوم هو الأعنف على حلم معلومات تؤكد بأن هذا الهجوم لن يتوقف لسببين السبب الأول أن الجيش السوري الذي كان يتخذ مواضع الدفاع ومواقع الدفاع طيل الفترة الماضية حاليا يعمل الجيش السوري أولا بعد صد الهجوم يعمل على تثبيت الجبهة وتثبيت نقاطئ في هذه الجبهة بشكل أكبر ولربما هذا يدفع من أجل التقدم في هذه الجبهات الجبهة الشمالية الغربية والجبهة الغربية من جهة أخرى تؤكد المعلومات الواردة من إدلب بأن جبهة النصرة أعلنتها بأنها معركة سمتها بملحمة حلب وتعمل على جلب وإحضار قوات من ريف إدلب باتجاه مدينة حلب الكثير من المسلحين جبهة النصرة من على جبهات ريف إدلب المقابلة لجبهات اللاذقية ومن جبهات ريف حماء الشمالي أيضا اتجهت باتجاه مدينة حلب مرشح هذا الهجوم للاستمرار ويتوقع أن يستمر حتى ساعات أخرى لا يمكن التنبؤ متى سينتهي هذا الهجوم ولكن المهم في هذا الأمر أن نؤكد بأن الجيش صدأ الهجوم بشكل كامل بدأ تحرك من الدفاع إلى الهجوم كاميرا الميادين رصادت المشاهد الأولى لعملية نقل الشهداء والجرحى من مستشفى الضبيط بعيد استهدافه سيارة 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 س وزير الخارجي روسي سرغي لفروف أمل في الإعلان عن وقف المعارك في حلب خلال الساعات القليلة المقبلة وبعد لقاءه المبوثة الأممي إلى سوريا ستفان ديمستورا في موسكو أكد لفروف أن موسكو تتعاون مع واشنطن لتهيئة الظروف من أجل وقف القتال لفروف أشر إلى أن مركزا عملانيا روسيا أمريكيا سيباشر عمله في جناف خلال أيام وإلى أن عسكريين من الطرفين سيحللون المعلومات حول خرق الهدنة تمهيدا لاتخاذ التدابير اللازمة وقال لفروف أن موسكو تصر على إغلاق الحدود السورية التركية التي يتدفق عبرها الإرهابيون ستعلن الهدنة في حلب في الساعات المقبلة على الدول الداعمة للمعارضة المتشددة أن تراعي مصالح الشعب السوري نقشنا وقف الأعمال العدائية ونقدر جهود السيد ديمستورا ولكن لم تتسنى حتى الآن الظروف لجعل الحوار مباشرا وسوف نساعد الأمم المتحدة في هذا الاتجاه نحن مع ضمان تقرير السوريين لمصيرهم في المفاوضات من الحكومة وكل المعارضات السورية 90 مجموعة أعلنت انضمامها للهدنة وهناك من يحاول زعزعتها ونصفها وهذا غير ممكن ندعم زيادة عدد المنضمين إلى الهدنة ونعزز جهودنا مع الأمريكيين في هذا الإطار إلى شأن العراقي حيث حررت القوات العراقية البيوسف والفحيلات في عمرية الفلوجة شرق الأنبار وفي نينا وتشن مروحية الأباتش هجمات على مواقع لداعش في منطقة تلسقف في شمال الموصل يتزامن ذلك مع استمرار الاشتباكات الساعية إلى تحريرها من داعش أفاد مراسل الميادين باستشادي فلسطيني قام بدهس ثلاثة جنود إسرائيليين غرب رمالة مضيفا أن أحد الجنود حالته خطرة وكان مستوطن إسرائيلي قد أصيب بجروح أمس جراء عملية طعن حصلت في البلدة القديمة بالقدس المحتلة قد تمكن منافذها من الفرار يلتقي في وقت لاحق من اليوم وفد صنعاء في الكويت الأمينة العام لمجلس تعاون الخليجي عبداللطيف الزياني وفق مراسلنا كما يعقد المبعوث الخاص للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد لقاءات مع طرفي المحادثات ومع شخصيات دبلوماسية وسياسية وسيتركز البحث على بلولة إطار عام استراتيجي يجمع طروحات الوفدين ويقرب بين وجهات النظر قررت النيابة العامة المصرية حبص صحفيين المعارضين عمر بدر ومحمود السقى خمسة عشر يوما بتهم التحريض على مؤسسات الدولة وقلب نظام الحكم والتظاهر وكانت الشرطة المصرية قد داهمت مساء الأحد مقر نقابة الصحفيين وألقت القبض على الصحفيين وأثار قرار الاعتقال غضبا كبيرا في الأوساط الصحفية ما دفع النقابة إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية من جهته طلب الاتحاد الأوروبي الحكومة المصرية بالإفراج عن الصحفيين معربا عن قلقه حيال اقتحام قوات الأمن مقر النقابة أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه سيطلق حوارا سياسيا تشارك فيه المعارضة خلال الأسبوع المقبلة الرئيس الموريتاني دعا جميع أحزاب المعارضة إلى المشاركة وعدم تقديم حجج غير مقنعة لمقاطعة الحوار متعهدا بنقاش أي موضوع يجري طرحه مقترحا تغيير الدستور عبر استفتاء شعبي إضافة إلى حل مجلس الشيوخ وأنشاء مجالس جهوية بديلة له في تونس أحيى الصحفيون اليوم العالمي لحرية التعبير وسط ارتياح لتحسن واقع حرية الأعلام في هذا البلد وللمناسبة كرم جمعية الصحفيين الشبان مراسل قناة الميادين بلال مبروك تقديرا لمهنيته في نقل الواقع كما هو من بن جردان مراد دالنسي هو المكسب الأبرز من الثورة التونسية كما يقول الصحفيون حرية التعبير والصحافة يحتفي الصحفيون التونسيون بهذا اليوم وسط مناخا من الحرية لم يكن متوفرا خلال فترة حكم الرئيس بن علي حرية جعلت تونس تحتل المرتبة الأولى عربيا لجهة حرية الأعلام وفق التقرير الدولي لمنظمة مراسلون بلا حدود مؤشر لا ينفي بعض السلبيات تنامي الانتهاكات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اليوم نحن نحيي اليوم العالم لحرية الصحافة واضرابات زملائنا في إذاعة شمس الآن وقبل قليل شرطة اقتحمت مقر الإذاعة في عدم احترام لحق الزملاء في الأذرام الصحفيون التونسيون يطمحون إلى تعزيز المكاسب فالإعلام كان ولا يزال مطمع الجميع من رجال أعمال وسلطات سياسية وأحزاب كل الحكومات تسعى إلى تطويع الأعلام وقد تتصادم معه في كثير من رحية حصل هذا في الحكومة السابقة ويحصل مع الحكومة الحالية ولو بأقل حدة ولو أن ذلك كان بأقل حدة ولأن الحرية مسؤولية أيضا فالتحل بأعلى درجات المهنية خلال التعامل مع الأحداث الإرهابية كان ولا يزال رهان الصحفيين التونسيين قناة الميادين ممثلة بشخص مرسلها بلال مبروك حظيت بشرف التكريم من قبل جمعية الصحفيين الشباب تقديرا لمهنيتها كقناة غير تونسية في نقل الواقع كما هو من بنجردان تونس أرض سلم وحياة وليست أرض إرهاب وظلام كان تكريم قناة الميادين هو تحية على المجهود الذي قامت به في أحداث بنجردان والذي تقوم به كذلك في تونس وفي غيرها من الدول العربية على دورها في إنارة الرأي العام العربي على حقيقة تنظيم داعش وحقيقة التنظيمات الإرهابية الهدف الآن في تونس هو مزيد من احترام المثاق الصحفي وأخلاقيات المهنة إضافة إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للجسم الصحفي اليوم العالمي لحرية الصحة فأحياه صحفي تونس وصطر ذن مشوب بالحذر عما آلت إليه حرية التعبير فالسلطة ولا أن رفعت يدها عن الأعلام إلا أن تجربة نظام بن علي تجعل من الحذر واجبا مطلوبا مردد لنسي تونس الميادين حول هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الكاتب الصحفي محمد ياسين الجلاصي سيد محمد أهلا بك ما هي العوامل التي جعلت تونس تتصدر القائمة العربية في تصنيف العالمي لحرية الصحافة لهذا العام وهنا نشير إلى أنها المرة الأولى التي تتصدر فيها المرتبة الأولى تونس نعم هناك عوامل عديدة جعلت تونس تتصدر المشهد العربي من ناحية حرية الصحافة في تونس صارت هناك قطعة تماما مع النظام السابق من حيث التشريعات ومن حيث الهيئات التي تعنى بالقطاع الأعلامي تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي ألغت وزارة الأعلام سنة 2011 وعوضتها بهيئة عليا مستقلة للاتصال السمع البصري وهي هيئة مستقلة فعلا عن السلطة والأحزاب الحكمة تونس أيضا قامت بتشريعات عديدة في مجال الصحافة المكتوبة والإلكترونية والنشر في مجال السمع البصري في مجال أيضا حق النفاذ إلى المعلومة وفي عدة مجالات مرتبطة أيضا بالقطاع الأعلامي هذه التشريعات ساهمت في أن تكون تونس هي في المرتبة الأولى لكن اليوم هناك عديد المراقبين يعتبرون أن المرتبة الأولى عربية لكنها 96 عالميا تونس تطمح إلى أن تكون أكثر من ذلك الصحفيين في تونس يعتبرون أنفسهم صحفيين يمارسون المهنة بدرجة كبيرة من الموضوعية والحرفية هناك تحول كبير وانتقال ديمقراطي وثورة صارت في تونس تسمح لها أن تكون في المراتب الأولى يعني العشر أو العشرين الأوائل في العالم هذا ممكن ليست هناك سلطة مستبدة في تونس تتحكم بالأعلام هناك تطور كبير من حيث المستوى التشريعي وأيضا تحررت كل التقاط الأعلامية لذلك تطمح عديد القطاعات العالمية في تونس أن تكون هي في المراتب الأولى عالميا حتى يكون هناك ترجمة حقيقية للانتقال الديمقراطي الحقيقي في تونس سيد محمد لا يمكن أن تجري لنا لو سمحت مقارنة بسيطة صغيرة عن هذه الفترة والفترة السابقة ما قبل الثورة وكيف تقدمت في هذا المجال تونس كيف كان حل الصحفيين والتعاطي معهم بحسب التقرير تونس منذ العام 2010 وحتى اليوم كل سنة تتقدم إلى أن وصلت إلى المرتبة الأولى هذا العام نعم هناك تغيير كبير جدا قبل الثورة كان هناك أعلام واحد وصوت واحد تحت يد السلطة الحاكمة أو ما يعرف بسلطة القامعة كانت السلطة تتحكم في كل الأصوات وليس هناك أي صوت مخالف في الأعلام التونسي ما عدا بعض التفاصيل الصغيرة في صحف المعارضة كان هناك قمع كامل كان هناك وزارة أعلام تتحكم في المشهد الأعلامي كله كانت النشارات الإخبارية تخرج من القصر الرئاسي ومن قصر الحكومة إلى التلفزيون العمومي وهو التلفزيون الوحيد تلت عشرين سنة كان هناك عقوبات كثيرة بالسجن في حق الصحفيين كانت هناك تشريعات تقمى حرية الصحافة وفيها رقابة شديدة على الأعلام بعد الثورة كل هذا التغير كما قلت لك وزارة الأعلام تم إلغاءها يعني هناك العديد من الطاقات الأعلامية التونسية كانت في الخارج في المنفى وعادت إلى تونس هناك أيضا الكثير من الصحفين الشبان الذين لم يجدوا فرصة في العهد السابق لاستوى أن لآرائهم أو لمواقفهم المناهضة للنظام وجدوا فرصتهم الآن وعملوا وتطور المشهد الأعلامي والأبرز مثال على التغيير هو التغير في التشريعات التشريعات تطورت كثيرا دستور تونس كان دستور يعتبر من الدستير التقدمية في المنطقة وساهم في حماية حرية التعبير لكن هناك مظاهر أخرى يمكن وصفها بالسلبية هناك إلى حد الآن قضايا ترفع ضد الصحفيين هناك إلى حد الآن اعتداءات على الصحفيين أثناء تغذية التظاهرات والاحتجاجات الاجتماعية هناك أيضا مظاهر سلبية أخرى كتدخل رجال الأعمال والسياسيين في عمل الأعلام هناك مساعي حثيثة وحميمة من رجال الأعمال حتى يتدخلوا في الأعلام ويسيطروا على الأعلام سيد محمد كيف يمكن الحد ما يشغلهم الحد هو عمليا في تطبيق القانون القانون المنظم لمهنة السمع البصري في تونس يحدد يمنع رجال الأعمال من امتلاك وسائل الأعلام بالإطلاق بالمئة من رأس مال الشركة يمنع أيضا رؤساء الأحزاب من ترأس مجال الإدارات في المؤسسات الأعلامية يمنع تدخل السياسي بالأعلامي هناك أيضا فصول في القانون تجبر مؤسسات الأعلام على نشر تقاريرها المالية حتى تمنع غسيل الأموال وتمنع تدخل رجال الأعمال بالمال السياسي في الأعلام هناك قوانين موجودة لكن للأسف ضعف الدولة يمنع تطبيق هذه القوانين هناك أيضا رجال أعمال مقربين من أحزاب سياسية وهم أيضا قيادات في أحزاب سياسية لذلك يعطلون القرار الحكومي قرار الدولة في التصدي لمثل هذه الممارسات مازال أمامنا الكثير من العمل حتى يتم تنقيط وسائل الأعلام والمشهد الأعلامي من المال السياسي لكن عموم الصحفيين إلى حد الآن في تونس مصممون على التصدي لكل هذه المظاهر لكن هي معركة طويلة وليس معركة يوم أو يومين سيد محمد أرجو أن تبقى معنا سنتابع الآن خبرين من تونس ومن الجزائر عن إذاعة شمس أف أم في تونس وصحفات الخبر الجزائرية ومن ثم نتابع هذا الحوار مع حضرتك إذن اقتحمت فرقة أمنية مقر إذاعة شمس أف أم حيث يخض العاملون فيها إضرابا للمطالبة بحقوق مالية واجتماعية لكنها ملابثة أن انسحبت إثرة تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل يشار إلى أن إذاعة شمس أف أم كانت تتبع لمقربين من النظام السابق وصدرت من قبل الدولة قررت محكمة إدارية جزائرية تأجيل بت الدعوة التي رفعتها الحكومة لمنع صفقة تحويل ملكية صحيفة الخبر العريقة إلى مجمع اقتصادي يملكه رجل الأعمال الجزائري المحسوب على المعارضة يصعد ربراب وتدخلت وزارة الاتصال الجزائرية بناء على ما اعتبرته موقف الصحفيين الرافض للصفقة إلا أن نقابة الصحفيين في الخبر وصفت ما جاءت به الوزارة بالمغالطة معلنة دعمها خطة إنقاذ المؤسسة الإعلامية من الإفلاس سيد محمد بحسب معلوماتك ما الجديد على صعيد إذاعة شمس أف أم القوات الأمنية كانت تسحبت بعد تدخل الاتحاد العام التونسي للشغل نعم الصحفيو إذاعة شمس أفام اليوم قاموا ب أعقدوا ندوة صحفية أبرزوا فيها مطالبهم وعبروا فيها عن استنكارهم لاكتحام قوة الأمن لمقر إذاعة فالحقيقة كانت صدمة يوم 3 مائل يوم العالم لحرية الصحافة يقتحم الأمن مقر إذاعة خاصة أنه لا علاقة للأمن بهذه المسألة هي برقية أضراب صدرت من الإذاعة وتوجهت إلى الحكومة الحكومة تجاهلت هذه البرقية حتى جلسة التفاوض كانت جلسة سريعة لذر رماد العيون وهما دفع بصحفي الإذاعة إلى الإضراب وتم تنفيذ الإضراب اليوم إذاعة شمس أفام كما ذكرتم في التقرير كانت قبل ثورة على ملك أبنة الرئيس السابق أزين العبيدين بن علي والآن تحولت إلى ملك الدولة ولكن الدولة تريد التفاوض فيها تريد بيعها وهذا معقول الصحفيون شمس أفام لا يريدون زيادات في الأجور فقط هم يريدون ضمان حقهم في الأعلام المستقلة حتى لا يتم التفاوض في هذه الإذاعة العريقة الإذاعة المسموعة كثيرا في تونس حتى لا يتم التفاوض فيها إلى رجال أعمال أو أشخاص يعني لهم حسابات سياسية الإعلاميون يريدون ضمان استقلالية المؤسسة وجلسة التفاوض يمكن أن تستمر في غضون هذا الأسبوع لكن إلى حد الآن ليس هناك تطور سيد محمد بالانتقال إلى صحفات قبر الجزائرية وتأجيل البت الدعوة التي رفعت الحكومة لمنع صفقة تحويل ملكية هذه الصحفة إلى مجمع اقتصادي ما سبب هذا التأجيل برأيك تأجيل البت بهذه الدعوة وهل ما يجري هو فعلا يمكن وضعه في إطار إنقاذ المؤسسة هذه المؤسسة الإعلامية من الإفلاس نعم هي الصحف الورقية عموما في المنطقة تشهد تراجع وهناك مساعي من حكومات ومن أحزاب ومن رجال أعمال إلى إنقاذ بين ظفرين هذه المؤسسات ضخ أموال فيها عبر بيحة بكل بساطة أعتقد أن الأمر بالنسبة لجريدة الخبر الجزائرية فيها تأجيل حتى يتم التفاوض أكثر مع النقبات ومع الصحفيين حتى تتم البيع في ظروف أحسن وبطريقة يرضى عنها الجميع لكن وجب الانتباه لأن الصحافة الورقية في العالم العربي تشهد خطر الإغلاق الموارد المالية في تراجع ويجب القائمين على الأعلام أن يطوروا هذه الصحف أو ينفتحوا أكثر على الأعلام الإلكترونية حتى يكون الأعلام الإلكترونية رافعة للأعلام الورقي ولا تفقد هذه الصحف العريقة يعني وجودها وبريقها شكرا جزيلا لك محمد ياسين الجلاصي الكاتب الصحفي كنت معنا من تونس أكد تقرير أمني جزائري حديث أن نحو 300 عنصر إرهابي ينشطون عبر مختلف مناطق البلاد التقرير الصادر عن مصالح الأمن المكلفة بملف مكفحة الإرهاب أشار إلى أن نحو 250 إرهابيا ينشطون في منطقة القبائل والولايات المجاورة لها مؤكدا أن من بين هذه العناصر نحو 73 عنصرا ينتمون إلى تنظيم جند الخلافة المبايع لتنظيم داعش قالت مصادر أمنية ليبية أن مسلحي تنظيم داعش في ليبيا بدأوا بالانسحاب من مناطق تمركوزهم في مدينة بنغازي باتجاه مدينة سرط التي يسيطر عليها التنظيم منذ نحو سنة ولفتت المصادر إلى أن داعش شدد إجراءاته الأمنية في سرط ومنع الأهالي من مغادرة المدينة هذا ويفترض أن يبدأ الجيش الليبي عمليته العسكرية لتحرير سرط نهاية الأسبوع الجاري وفق ما صرح به أكرام بوحليقة المتحدث باسم قرفة عمليات تحرير سرط التابعة للجيش الليبي أعلن الجيش الليبي أن المنطقة الشرقية من أجدابيا إلى طبرق صارت تحت سيطرة الجيش بالكامل المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المصماري لفت إلى أن الجيش يعول على حرس المنشآت النفطية في القيام بدورهم لحماية جميع المناطق والحقول النفطية وفي بنغازي يواصل الجيش تمشيط منطقتين أم الرحيمين والفعكات وشارع الاستراحات بعد تحريرها بالكامل من تنظيم داعش تحتضن العاصمة التونسية ندوة حول دور القبائل الليبية في احتواء الأزمة في ليبيا أمنياً وسياسياً واقع القبائل الليبية وموقفها من التسوية السياسية في تقرير بلا المبروك لحلل الأزمة الليبية من دون نزع سلاح كل الميليشيات ولمكان للوصاية الأجنبية على أي حكومة وفاق وطني هو ما يطرحه مجلس القبائل الليبية من تونس لنزع فتيل الأزمة الليبية نحن محتاجين لحكومة بالفعل الآن ليبيا بعد خمس سنوات محتاجة لحكومة ولكن حكومة يجب أن تؤسس في الداخل حكومة ما يجبش أن تكون حكومة إملاءات خارجية وأجندات خارجية نحن مصرين في القبائل أن اجتماعاتنا كلها تتم في داخل ليبيا الحل يكمن في الآتي واحد جمع السلاح لا يمكن لحل في ليبيا في إطار وجود السلاح وانتشاره بهالشكل الفوضوي عند المدنيين وعند الميليشيات رقم اثنين حل كل الميليشيات ويكون العمل دحت المنظومة العسكرية والأمنية رقم ثلاثة إلغاء قانون العزق تفعيل قانون العفو العام التركيبة القبالية في ليبيا تمثل إحدى أهم ركائز النسيج المجتمعي الليبي لذلك يراهن المتابعون للشأن الليبي على دورها في أمن واستقرار المجتمع الليبي الحرب على تنظيم داعش أضحت الأولوية القصوى للقبائل فلا سبيل لوحدة وطنية من دون تكاتف الجهود لدحر الإرهاب هذا الدور الرقابي هو الذي سيمكن الحكومة من أن تؤدي دورها بريضا كبير من المجتمع الليبي ومن الشعب الليبي وأن تقوم ببناء باقي مؤسسة الدولة الليبية المزمعة في المستقبل وأن تؤدي دورها وخاصة في محاربة الريابة هو المطلوب الأول بالنسبة لدول الجوار تنحر بين الميليشيات المسلحة وسيطرة داعش على جزء هام من الأراضي الليبية ثنائية تستدعي حوارا ليبيا شاملا لا يستثني أحدا لقطع طريقي أمام شبح الوصاية الخارجية والاقتتال الداخلي تطرح القبائل الليبية نفسها كطرف رئيسي لحل الأزمة الليبية سياسيا وأمنيا في بلد أرهقه الاقتتال الداخلي والتدخل الخارجي وفق ما يرى مراقبون بلا المبروك تونس الميادين قال المبوث الأممي لدى ليبيا مارتين كوبلر إن ليبيا تحتاج إلى دولة وجيش موحدين لمحاربة تنظيم داعش وكد كوبلر أن المجتمع الدولي على استعداد لأن يكون شريكا للشعب الليبي شددت مصادر في شرطة مكفحة الإرهاب في إسبانيا على أهمية استقرار الوضع الأمني في المغرب لما في ذلك من انعكاس على الأوضاع في إسبانيا وأوروبا بشكل عام وضفت المصادر أن قلق السلطات الإسبانية ينبع من عودة أكثر من 200 مقاتل مغربي من صحات القتال في العراق وسوريا إلى بلادهم المصدر الأمني الإسباني لفت إلى أن مستوى التنسيق بين بلاده والأجهزة الأمنية المغربية يتجاوز تبادل المعطيات الأمنية إلى القيام بعمليات نوعية فوق أراضي البلدين في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العنوين عشرات الشهداء والجرحة بصواريخ الجماعات المسلحة على حلب ومستشفياتها والجيش السوري يصد هجماتها على كل المحاور الرئيس الموريتاني يتعهد بإطلاق حوار سياسي مع المعارضة ويقترح تغيير الدستور وحل مجلس الشيوخ في اليوم العالمي لحرية الصحافة تونس تتقدم العرب في مساحة الحرية الإعلامية بالمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت الميادين دوت نت وباللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت شكرا للمتابعة وإلى اللقاء